تشهد محلات الحلوى والمخابز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أقبالا كثيفا خلال شهر رمضان الكريم وتشتهر بعض البلدان بإدخال لمسة حدثة على هذه الحلوى التقريدية مما يمنحها مذاقا خاصا تشهد محلات الحلويات والمخابز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زحاما شديدا خلال شهر رمضان حيث يشتاق الصائمون لشراء حلويات شهية مقرمشة أو ناعمة مغموسة في شراب سكري أو محشوة بالمكسرات والتمر للاستمتاع بها بعد الإفطار من الغروب وحتى بزوغ فجر اليوم التالي وتصنع معظم المتاجر المعروفة هذه الحلويات الشهيرة منذ أجيال وتنتظر معظم العائلات عاما كاملا تقريبا حتى تستمتع بمذاقها مجددا تعتبر مهنة موسمية أنا إلي خمسين سنة تقريبا في المهنة خمسين فيه أولاد أطفال كانوا يجيوا يشتر مني زمان هلأ اتجوزوا وجوزوا أولادهم وبيجوا بيشترون عندهم أولادهم أطايف وفي الجزائر يسافر البعض من مدن مختلفة لمجرد شراء الزلابيا من مدينة بوفاريك الزلابيا المصنوعة من وصفة يقول السكان إنها قديمة تتنقلها الأجيال وفي تونس تعتبر عائلة عبيد واحدة من أقلم العائلات المشهورة بصنع هذه الحلويات التقليدية خلال شهر رمضان وفي لبنان يعتبر الكلاج من بين الحلويات الشعبية خلال شهر رمضان وهي معجنات مقلية مليئة بالكريمة ومغموسة في شراب سكرية وسواء تم بيع هذه الحلويات التقليدية بلمسة أكثر حداثة أو على وضعها منذ وقود فإن لذة شهر الصوم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تكتمل بدونها ترجمة نانسي قنقر